تفجير محكوم نفذته السلطات في مدينة دوسبورك بغرب ألمانيا يوم الأحد لإزالة مبنى مؤلف من عشرين طابقا المبنى السكني يعود إلى السبعينيات وكان معروفا باسمه العملاق الأبيض وجرت إزالته للسماح بأعمال تشييد أخرى مكانه وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لنحو 2500 شخص صباح الأحد قبل بدء العملية التي استخدمت خلالها 290 كيلو جراما من المواد التفجيرية وتقع مدينة دوسبورك ضمن منطقة الرور الصناعية التي من المقرر أن تشهد إزالة عدد آخر من المباني الكبرى في إطار خطط لتطوير المنطقة ترجمة نانسي قنقر